اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المعبية الأماكن يكون فيها الاكتذاذ على خطري خاف أنه تصير تفجيرات خطري خاف من العملية الإرهابية والذي ما يدوا على قلبه وسطر الله احنا نقول إن شاء الله دي ما بلادنا لباس على كل هذي اللي جاي البلاغ على خلفية الأعمال الإرهابية اللي قادة تصير في تونس وكان جاي من مصدر السفارة الأمريكية في استطلاع الرأي للمعهد الوانتوان كانت فهم نسبة 68% من أبناء تونس اللي يعتبروهم بلد ديمقراطي هذي اللي كشتعلي نتائج استطلاع الرأي أنجزوا معهد الوانتوان حول التجربة الديمقراطية في تونس قال إنه 78% من التونسيين عرفوا إيجابيا الديمقراطية إنه 57% من اللي يعطوا تعريف إيجابي على التجربة الديمقراطية اعتبروها ضمن الحريات المدنية والشخصية كما أبرزت نتائج هذه 68% من التونسيين يعتبروا تونس بلد ديمقراطي وإنه 66% يدعموا الديمقراطية كنظام حكم ويفضلوا على أي نظام حكم آخر مقابل 15% فقط اللي يعتبروا إنه في بعض الظروف يمكن الحكومة غير ديمقراطية إن يتكونوا أفضل يعني شجعوا الديكتاتورية في تونس أكثر من الديمقراطية هذه بنسبة 15% لكن 68% يشجعوا على النظام الديمقراطي ويعتبروها تجربة ناشحة في تونس ومنتائج اللي أفضل لها لستطلعها 80% من التونسيين يعارضوا نظام الرجل الواحد وسبعين في المئة من التونسيين يقروا إنه تكون فما الزمية باحترام القانون الامتفال ليه حتى إنه يكون الأمر يتعلق بالرئيس المنتخب وأكد 65% من التونسيين على ضرورة مساءلة الحكومة وإنه 90% منهم يعتبروا الانتخابات أفضل إختيالية لاختيار القادة في تونس دونك هذه بالنسبة لديمقراطية في تونس كتجربة ناشحة باش نحكيه شوي على الدعم تونس نعرفوا لألمانيا من أكثر الدول اليوم اللي مركزة على تونس واللي قاعدة تدعم فيها كسواء على شأن الاقتصادي أو الوطني أو حتى العمل الجمعيتي اللي عرفوا ببرشة جمعيات قاعدين أنهم يقتيتوا من منظمات ألمانية اللي قاعدة تدعم دائما في الجمعيات وتحاول أني تكون سند تونس على هيمش التجديد ألمانيا لتعهد من جديد باش أني تدعم تونس وهذه اللي جددتوا الفيدرالية متاع ألمانيا حسب الكلمة اللي كان جابيها المنصق العام الفيدرالي اللي استقبلها رئيس الجمهورية البيجي قايدة سبسي نهار الجماعة تعهد بموصل دعم بلادنا وقال في تصريح حالي نؤكد رئيس الدولة عزم المستشار الألمانية وزعيمة الحزب أنجيلا ماركل وصارت مرافقة تونس فيما صارها الانتقالي والسياسي والاقتصادي قالت لنا شك بطبيعة الحال في نواية السياسة الألمان ونعتبروا أن المستشار الألمانية تعي جيدا ما تقول وحسب ما يقولوا أني يكون فهم دعم كبير التونس في هذه معناها السنة جديدة إن شاء الله مش ندخلوا فيها في 2016 وتعهد وزادت دول بالدعم والوعود اللي تهاتلت على تونس بعد الثورة والمساعدة اللي بقى الأغلب امتحها حبر على ورقل وإن شاء الله المرة دي بشيكون العمل جدي بيننا وبين تونس وكان أشار رئيس الجمهورية بنفسه في خطابه في شهر نوفمبر قال أن المنظمات الدولية المانحة متردت تجاه تونس حتى وإن برت الموقف امتحها بتأثير التجاوبات داخل حزب نداء تونس على صورة تونس ونظرا لعاملات الإرهابية اللي قاعدة تشاوها دائما في سورة تونس قاعدين يجبدوا رواحة ومش قاعدين حابين يدعموا لكن الوحيدة اللي قالت أني بشي نكون معناها ونتعهد أني بشي نكون دعم التونس هي ألمانيا كل عادة تجدد التعهد امتحها هذا أهم العنوين اللي يعاني لكم في صحفنا بالنسبة لليوم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة